بس وانا بقرأ الفقرة انتبهت الحاجة مهمة قوي مكتوبة عجبتني بيقولك يعني الطرح بيقول انه الراجل بيتضغط اكتر لانه ما بيعرفش يعبر عن مشاعره يعني بغض النظر عن الضغط الخارجي انت لما بتبقى مضغوطة او انت مضغوطة لكن قادرة تعياتي قادرة تشتكي قادرة تعباري عن مشاعرك كتير من الضغط ده بيتشال من عليك وبترتاحي الراجل ما عندوش الابشن ده الراجل لو عيط هو متربي على انه ما ينفعش يعيط والراجل ما يعيطش لو قال كلام حلو هيتقال عليه مش جامد ومش شديد ومش بتاع وكده فهيتبصله بنظرة مش لطيفة حتى ممكن من اصحابه لو كتب كومنت على السوشال ميديا نفس فيها بكلمتين عبر فيها عن حزنه او عن كسرته الحاجة او عن اهرته عن حاجة هيتهاجم فانا بشوف انه ضغط واحد وانتي مش هتتاجمي؟ لا الست بيتطبطب عليها لما بتعيطي الست بيتطبطب عليها لما تنكسر وانتي لما بتعيطي ما بتقالش عليك النكادية؟ لا 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 انا بتكلم لا وزنانة والكونسط الجديد عندك ناجاتف فيبس؟ لا لا يا شيء انا بتكلم عنه ما احنا كمان وقع علينا الضغط او بس انا بتكلم عنه هو عنده حاجات كتير بينافت هو مقدرش يعبر عن ما تعمل نفس فيها هي العياط ما تعيطش فيش راجل بيعايط اه بس هو يقدر يعمل حاجات كتير جدا 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 انتي بتدريش تعمليها زي ايه؟ انتي بس بتعياطي لكن ما بتعملش حاجات كتير هو بيعمل كل حاجة ما عدل عياط بيعمل ايه يطلع الضغط بيه؟ هو يقدر يبات بره البيت ويسافر بسجأة ومن غير ما يقول بس ده مش طريقة طريقة ضغطي لا ده طبعا هو يقدر يعلي صوتك لو انتي عليتي صوتك انتي اللي تبي يعللت الادب هو لأ وانتي لازم تحتمله لان البيت يعني ست يعني حكمة الست لكن هو لما بتعصب بالطبطب يعليه انا عارف انك مضغوط لكن ينيتي ما تقدريش بتعصبين حتى لو مديرك في العمل مطلع عينيك والقي علم مطلع روحك متقدريش هو يقدر انتي بتقدريش تطعريش تقلبني شآ shy بتقولي اني عايز اغير جوي ويمين خلي بيارك من العيال انا نازلة هو يقدر انتي ما تقدريش هو يقدري من حاجات كتير جدا الا العياط انتي ما تقدريش تعملي ولا حاجة الا العياط فيه فرق كبير لا انا شايفه لاا بس في حاجة تانية حلوة الهجمة دي لا بس عندي رد حياة انه فعلا احنا دايما نقول ايه اصل الراجل دايما ما يعرفش عبر عن مشاعره لو عبر يبقى اسمه راجل مالو كده في ايه ما تمسك نفسك شوية ايه ايه بس ده تقول مهمة اوية دي اداة انت عارف ان الرجالة بيتعرضوا ليه زبحات صدرية وسكتات قلبية وجلطات قلبية بسبب واحد الاسباب الاساسية لهم ما بيعرفوش عياته ما بيعرفوش يعبره عن السترس اللي جواهم بالطريقة اللي تريحه فده شو في بقى ده قديه مؤثر سلبي على صحة الراجل بدليل انه هو عمره تقصف عشان مش عارف يعبر من خلال العيات ومن خلال السكك الطبيعي اللي اصحنا ربنا خلق لنا الدموع دي هي الطول الاول والاساسي والاهم عشان اعبر عن الجواه وافرق الضغط لو انا هتسلب مني الطول ده ميء او الادا دي كل الادوات التانية ممكن ما تكفيش او ما تغنيش عن ده فيسيولوجيا حتى مش بتفق معاكي رأي معاكي جدا بس انا اللي عايز اقوله انه بداية الموضوع مهمة جدا يعني بداية التربية اللي انا حاولت افهمه لكو وعايز اوصله لكو تاني هو انه الضغط اللي بتحط على الولد في البداية من بدايته من هو صغير مش شبه الضغط اللي بتحط على البنت حتى لو البنت بعد شوية هندي المثل بتاعك ان هي خلصت جامعة اشتغلت وبقت مسؤولة عن اهلها الولد بنسبة كبيرة جدا بيبدأ ده من بدري قوي من قبل كده من هو لسه اصلا بيدرس الحقيقة ان احنا مشكلتنا بتكمن في انه رجالة دايما بيبصوا ليه النجاح على انه يجب ان يكون نجاحه وكمان الفلوس يعني منطقة الكسب الرزق ومنطقة النجاح دي منطقة رجالي يعني لازم وحتمن ولا بد ان ينجح ويكسب فلوس والحين هم برضو نظرتهم لنجاح الست ومكسبها للفلوس لسه نظرة كلاسيكية وقفة زي ما هي ما تغيرتش احنا عمليين ننطور ونحقق نجاحات كبيرة ونحقق اهداف كتيرة والراجل بينظر للست بنفس النظرة الكلاسيكية وبينظر للنجاح وللفلوس بنفس النظرة الكلاسيكية اللي هو ده المفروض حاجة تخصه ومنحقه ونجاح الست ومكسبها للفلوس كماليات لا فو خيار على هامش الحياة لا بس دي اغماء دي غريزة عند الراجل يعني انتي ومش غريزة عندي لا على فكرة غريزة عندي لا مش قصدي يعني انتي لو نجحة وبتعملي فلوس كويسة الراجل هيبق من جواه مش عايز يستعمل فلوس دي لو انتي معاه مش عايز عشان رجولته عشان رجولته فهو فلوسك دي مبروك خليها بتاعتك شليها بقى في بنك عملي بيها بتاع مش عايف ايه بس في الاخر انا اللي بصرف عليك وانا دي غريزة راجل مش في كل احيان دي غريزة راجل مش في كل احيان بس هو ده تفكير الراجل بنسبة كبيرة جدا التفكير الصحيح السليم السوي للرجل الراجل